تعهد الصحفي الأصفر المدعو عبدالعزيز المريسل بعدم لساءة للكيان الهلالي مرة أخرى عبر حسابة في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر حيث جاءوا على لسانه ما يلي أتقدم بالإعتذار للأمر نواف بن سعد رئيس نادي الهلال والأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أي ساءة لحقت مني ضدهما وأتعهد بعدم تكرار ذلكمست قبلا هل يصدق على غير عادة هذه المرة أم أن أبو طبيع لا يجوز عن طبعه وفي الشأن ذاته قام الصحفي النصراوي المتعصب عادل الملحمي بالاعتذار أيضا للهلاليين عما بدر منهم نساءة لهم بوصفهم بصفات لا تليق قائلة اعتذر للهلال ولرئيسه سمو الأمر نواف بن سعد ولجماهيره على ما حدث حول مفردة وردت في تغريدة سابقة لي اشتركوا في القناة